اهلا بكم بايدن كان قال انه هيصرف تقريبا تريليون دولار في الشهر في اول خمس ستة شهور من حكمه بجد تريليون دولار في الشهر مش كتير قوي كده يا بايدن طب هتصرفهم ازاي و هتجيبهم منين تعالوا في الفيديو ده اقول لكم بايدن قال ايه عنا المبالغ الرهيبة اللي هيصرفها و هيصرفها عن طريق ايه معكم يا سلطان ودي حكاية من الولايات يوم 14 يناير طلع بايدن بمشروعين قانون كبار جدا قال انه هيقدمهم في اول الميت يوم الاولانين من الحكمة بتاعه فواحدة منهم هي خطة تحفيز اقتصادية تقريبا 1-9 من 10 تريليون دولار هيطلعها في يعني يناير فبراير خلينا واقعين مش فيش حاجة تطلع في يناير فحنقول في فبراير هتطلع الخطة دي بنتكلم تقريبا في 2 تريليون دولار البيل التانية او مشروع القانون التاني نسميها الانفراستركشور بيل او خطة للبنية التحتية الامريكية دي بيتكلم في 3 تريليون دولار و قال انه هو هيطلعها تقريبا في شهر ابريل مايو في حكمه لو جمعتهم على بعض انت حنتكلم تقريبا في 5 تريليون دولار هيطلعوا في اول 5-6 شهور من حكمه حتى لو مش هتصرفوا كلهم فعلىقل هيبتدي يصرف منهم في ال 5-6 شهور الاوانين كل نقطة كل مشروع قانون فيهم نقاط كتيرة جدا تقريبا يعني انا لخفتهم كده في 12 نقطة في كل بند منهم فانا في الفيديو ده هكلمكم على خطة التحفيز الاقتصادية ال 12 نقطة والفيديو اللي بعده هكلمكم على ال 12 نقطة بتوع الانفراستركشور عشان لو حطتهم حتى الفيديو حيطول جدا وحطت لغبطه فخلينا نفصلهم علشان يبقى الموضوع سهل الفيديو ده هكلمكم فيه على خطة التحفيز الاقتصادية اللي ما بقاش اسمها تحفيز بقى سمها خطة انقاذ ريسكيو بيل بكام بـ 11 تريليون دولار الخطة دي فيها 12 نقطة مهمين عصارة الجدل وحكلمكم عن الجدل ده في اخر الفيديو ولكن اقولكم على النقطة الاول ايه اول نقطة فيها هي شيكات التحفيز 1400 دولار للفرد هتطلع كشيكات تحفيز للناس قال ان دي هتتضمنها برضو مش بس الكبار ومش بس الاطفال لكن كمان الديبندنت يعني انت لو عندك فرد فوق السبعتاشر سنة بتضيفه عندك على الدرائب بتاعتك سواء كان والدك والدتك اخواتك ولادك اللي اكبر من 17 سنة كل الناس دي حيوصلها ال 1400 دولار 1400 دولار دي للكبار وللاطفال وللديبندنت كمان فدي نقطة كويسة ولكن فيه ناس قالت له انت قلت الفين ما قلتش 1400 فهو رجع قال لهم يا جماعة انا قلت ان ال600 دولار دي اللي هي شيكات تحفيز رقم انتين دي دفعة اولى او مقدم انا هو بديكم الدفعة التانية او بقية المبلغ اللي هو 1400 دولار الجدل اللي مصارح حول النقطة دي انا اتكلمت عنه في فيديو الوحده خاص بيشيكات تحفيز رقم ثلاثة فارجعوا للفيديو ده عشان تعرفوا التفاصيل عنه نقطة رقم اثنين اعانت البطالة بايدن قال ان هو حيدفع 400 دولار في الاسبوع وتستمر الى نهاية سبتمبر انتو عارفين ان حسب الخطة اللي قبل كده لها ب908 بليون دولار اللي كانوافق عليها الكونجرس قبل ما بايدن يجي اللي هي ترامب كان مضى عليها كانت بتقول ان يعانت البطالة هتبقى 300 دولار في الاسبوع تنتهي نص مارس فجي بايدن قال ان هو حيرفعها ل400 دولار في الاسبوع تستمر لغاية اخر سبتمبر فناس قالت له يا بايدن انت قلت 600 دولار في الاسبوع قالهم يا جماعة الظروف الاقتصادية دلوقتي عشان يخلي الجمهورين يوفقوا ان المبالغ لما تكبر قوي هيعزل لتنين تريليون دولار فهو عايز يقلصها شوية وبايد قالهم ان لو كنا هنعمل 600 دولار ما كناش هقدر نستمر لغاية اخر سبتمبر ولكن 400 دولار ادتنا باندوث ان احنا نستمر لغاية اخر سبتمبر النقطة رقم 3 بالنسبة ليه حماية المستأجرين اللي مش قادرين انهم يدفعوا الايجار بتاعهم فهو هيخليها تستمر لغاية اخر سبتمبر انتو عارفين ان حسب الخطة الابل كده كانت هتستمر الحماية دي لغاية اخر يناير يعني خلاص كمان كم يوم ولكن هو قال انه هيخليها تستمر لغاية اخر سبتمبر كمان رقم 4 الناس اللي مش قادرين تدفع اقصات البيوت بتاعتها الحماية بتاعتهم ان البنوك تحجز على البيوت بتاعتهم هتستمر لغاية اخر سبتمبر لكن في النقطة دي لسه مش باين المفروض ان حسب الكيرزا اكت الحاجات اللي عملت قبل كده كانوا عاملين حماية للناس اللي واخده قروض فدرالية فقط اما اللي واخدين قروض من بنوك خاصة او من شركات اقراض خاصة ما كانش ليهم حماية لكن هل بقى هو هيوسع الامبريلا ويبقى الحماية دي للناس اللي مش قادرة تدفع القروض او الاقصات بتاعتها من اللي خدت قروض يعني من الحكومة الفدرالية وكمان الشركات الخاصة لسه التفصيلة دي مش باينة طبعا كل ما التفاصيل تبان هتطلع لكم فيديوهات اشرح لكم اكتر لغاية دلوقتي احنا عارفين ان في حماية للناس اللي مش قادرة تدفع لقصات البيوت لكن تفصيلاتها لسه مش باينة فالخطة بتاعتو كمان حاطت خمسة وعشرين بليون دولار مساعدة لدفع الايجار للناس لمساعدات فدرالية للناس اللي مش قادرة تدفع الايجار كمان عامل رقم ستة خمسة بليون دولار للناس اللي مش قادرة تدفع البيلز تاعتها الكهرابة والمية وكده ففي مساعدات فدرالية هتيجي للناس عن طريق الكلام ده فيه بلايين دولارات رايحة للولايات والحكومات المحلية طبعا لما البلايين دي تيجي للولايات ده معناها ان فيه برامج كتير لمساعدة الناس في دفع الإيجار وديوتيتة بلس فهيبقى فيه مساعدة جاية من الحكومة الفيدرالية ومساعدات تانية جاية من الولايات والحكومات المحلية ده طبعا لما يتوافق على البلايين اللي هتروح للولايات بعد كده فيه عايز ان هو يدي فلوس كتير جدا بلايين للمدارس والجامعات عشان تفتح بشكل آمن عشان الطلبة يرجعوا المدارس وبالتالي الأهالي يقدروا أنهم ينزلوا الأشغال بتاعتهم لغاية دلوقتي الناس مش قادرة تنزل بسبب الأطفال اللي عاديين في البيت فهو عايز ادي بلايين يفاعد المدارس يفتح بشكل آمن يعيدوا بقى توزيع الفصول بتاعتهم يجهزوا الفصول بشكل آمن فالطلبة أنهم يقدروا ينزلوا كمان الشركات هو حيدي بلايين للشركات أنها تقدر تفتح بشكل آمن فالموظفين يقدروا أنهم يرجعوا الشغل بتاعهم طبعا ده خاص بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة برضو أنه عايز فيه شركات مش قادرة مش قادرة أنها توفر الحماية الكافية للموظفين بتاعها على فكرة أنا نفيت أقول لكم على نقطة بالنسبة للموظفين اللي أسفل المدرسين هو بيقول حادي فلوس المدارس عشان المدرسين يرجعوا ولكن فيه مدرسين معترضين قالوا احنا مش حاسين بالأمان أنه حنرجع زي مثلا المدرسين بتاع ولاية شيكاغ وقالوا احنا مش عايزين ننزل احنا مش حاسين أنه فيه أمان أنه ننزل في الفترة دي هنشوف إيه اللي حيحصل لكن هو ده الوضع يعني كمان هو قال أنه حيدي رقم عشرة النقطة رقم عشرة حيدي للشركات أصحاب الأعمال الصغيرة سلوس كتيرة جدا أنهم يعني عن طريق الكروض زي البيبيبي زي الايدل كل دي حاجات حتبقى متوفرة لأصحاب الأعمال الصغيرة إزاي كيفيتها كمها شروطها لسه التفاصيل ما بنتش ولكن قال أن فيه نقطة مهمة خاصة بأصحاب الأعمال الصغيرة فدي حاجة كويسة مبشرة للخير طبعا كل ما حتيجي التفاصيل أكتر هعمل لكو فيديوهات لأصحاب الأعمال الصغيرة اللي منتظرين الكروض ومنتظرين المساعدات في النحية دي النقطة رقم 11 هو حيزود الليابلتي بروتكشن للشركات أنتوا عارفين النقطة دي مفروض أن الشركات لما تفتح لو حد من الموظفين أصاب بالفيروس أو حد من الكاستمرز الزباين أصاب بالفيروس فممكن هو يرفع عضية على الشركة وياخد منها تعويضات فالحكومة الأمريكية هتعمل لايابلتي بروتكشن أو هتعمل حماية للشركات علشان التعويضات دي ممكن تخلي الشركات ما تفتحش أصلا أو تخليها تقفل النقطة دي كانت مهمة جدا عند الجمهوريين وعايزين يحموا أصحاب الشركات من الموضوع دي فبايدن حطها لهم في البلد دي ده نوع من الموأمة السياسية يعني هو حيدي الجمهوريين حاجة علشان يوفقوا على البلد فدي نقطة يعني بيحاول أنه يحفز الجمهوريين أنهم يتعاونوا معاه ويوفقوا على البلد دي النقطة اللي بعد كده رقم 12 هو أنه عايز يرفع الحد الأدنى للأجور يبقى 15 دولار في الساعة لغاية دلوقتي اللي احنا عارفينه أنه في 20 ولاية رفعت الحد الأدنى بقى 15 دولار ولكن هو عايز يخليها يعني قاعدة فيدرالية على كل الولايات الجمهوريين كانوا ضد النقطة دي لأنهم بيقولوا أن ده حيخلي أصحاب الأعمال الصغيرة بالذات مش هيقدروا أنهم يدفعوا المبالغ الكبيرة دي لأن فيه ناس كانت بتدفع 7 ونص دولار في الساعة ونص بتدفع عشرة ونص بتدفع 12 فلما ترفعها 15 دولار في الساعة ده كتير قوي مش هيخلي الشركات حتقدر أنها تفتح ولكن دي نقطة كانت ديمقراطيين عايزينها ولابرتو بروتكشن كانت الجمهورين عايزينها ففيه بقى هنا مؤامات سياسية فيه هنا بقى مناقشات ومدولات حيبان الفترة اللي جاية طبعا فيه نقطة مهمة جدا خاصة بالفاكسين وديه حعمل لها فيديو الوحد وبرضه بالنسبة للفاكسين بس هو حيدي بلايين الدولارات للفاكسين علشان الناس الاختبارات بتاعة الفايروس وأنه يقدر يوزع الفاكسين ويوزعه بشكل آمن وبشكل يعني على نطاق واسع فبرضه فيه بلايين حتتحط فيه النقطة دي للأسف ملقناش أي حاجة في البل بتاعته بتتكلم على student loan على الكروض بتاعة الطلبة هو كان قبل كده قال أنه هيعمل إعفاء للطلبة لعشر تلاف دولار أبطول يصل إلى عشر تلاف دولار من الكروض اللي خدوها خطة التحفيز الاقتصادية دي أو خطة الراسكيو أو الإنقاذ زي ما هو مسميها مفيش فيها النقطة دي ولكن هو حيحطها في executive order أو أمر رئاسي دي حاجة تانية يعني الأمر الرئاسي ده ده نقطة تانية لكن في خطة التحفيز بتاعته هو مش ذاكر حاجة عن student loan جايز لما تطلع الخطة ويطلع التفاصيل بتاحها نلاقي حاجة ذكرت عنها حنشوف لسه ولكن إلى الآن ده الوضع الديمقراطيين عجبهم بشكل أو بآخر الخطة دي وطبعا نانسي بولوثي وتشاك شومر اللي هم زعماء الحزب الديمقراطي في مجلس نواب ومجلس الشيوخ عجبهم قوي الكلام ده وقال له إن إحنا حنحط الكلام ده بسرعة وحنبتدي بقى إن إحنا إيه نكتب البل ونكتب الارتكرز وعشان نمشيها ونمرارها على أسرع وقت ممكن المفروض إنه في المجلس النواب مفروض إنها حتعدي لكن المشكلة في مجلس الشيوخ حنشوف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية لكن الجمهوريين ضد الكلام ده بيقولوله يعني طب ما هو الخطة اللي هم كنا مطلعينها ب908 بليون دولار إن مطلع لها ترامب ما هي فيها كل النقط دي يعني أنت مزودتش حاجة يعني هو بس أنت زودت المبلغ لكن كل النقاط دي متغطية في الخطة اللي فاتت فيعني أنت عايز تطلع خطة بسرعة كده ليه فقل من سنة يطلع تريليونات الدولارات دي وكل الفلوس دي بتزود على الحكومة وبتزود القروض اللي وغداها الحكومة والديون اللي عليها فهم مش موافقين على الكلام ده الفترة الجاية حيكون فيه بقى هاتو خدو كلام كتير هيحصل المهم إن المفروض إن مجلس الشيوخ عشان دي تعدي منه محتاجين 60% من الأعضاء إحنا عارفين إن فيه 51 عضو في المجلس ديمقراطيين فإحنا محتاجين 9 جمهوريين يوافقوا على الكلام ده إحنا عارفين إن فيه 2 أو 3 جمهوريين موافقين ولكن الغريبة إن طلع فيه الناس من الديمقراطيين اللي هم 51 اللي كنا ضمنين أصواتهم قالوا إن الكلام ده مش عاجبه دو يا جماعة إحنا عايزين نذوق العجلة لقدام فدلوقتي فيه واحد من الديمقراطيين قال أنا مش عاجبني الكلام ده وده فلوس كتير جدا ولا مش عاجبني فحنشوف يعني مش بس عايزين يقنعوا الجمهوريين لكن عايزين يقنعوا كمان الديمقراطيين عشان يدوم الأصوات بتاعتهم حنشوف إيه اللي هيحصل فيه وسيلة إنه هو يعديها بـ خمسين في المية واحد وخمسين في المية فقط من الأصوات ده حاجة بيسموها ريكونسلييشن يعني جوه مجرس الشيوخ بدل ما إنت تحتاج ستين في المية من الأصوات ممكن تعدي بال بواحد وخمسين في المية فقط من الأصوات وده معناها إنه هتعدي بسهولة ولكن الدستور الأمريكي بيديك الحق إن أنت تعمل موضوع ريكونسلييشن ده ثلاث مرات في السنة فقط فلو بايدن استخدم ريكونسلييشن في خطة تحفيز الاقتصادية طبقية السنة سنة طويلة وفيه مشاريع كتير عايز يطلعها فما أعتقدش إنه هو حيبقى عايز يحرق التلت فرص بتوع ريكونسلييشن ديان بدري بدري هل حيحاول على قد ما يقدر إنه هو ياخد أصوات تسعة من ويقنع كل الديمقراطيين إنهم يدور الأصوات علشان البلد تعدي هنشوف كلكم محتاجين تعرفوه كان معكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات